هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي وحاولت تشترك في القناة الكبير لان الملخص سيكون خطير وكامل لو شفت الفيديو الاخير هتدعمنا وتقول انتوا اساطير ولو مش متابعنا انت اكيد فايتك كتير فيلمنا النهاردة بيبدأ بعد احداث الجزء الاول من عالم الحفريات واللي ما شافوهش هتلاقوه في الوصفة او التعليق المثبت وفي غواصة فتحت بوابة كبيرة في الماء عشان تدخل الجزيرة اللي الدنياصورات احتلتها وكان في واحد خايف من الكائن الماء الضخم اللي كان موجود فيها وصاحبه قال له الصباح الفل يا ابو اي حاجة هنا ماتت من زمان وتلقاها تحللت كمان ومشوا لحد ما وصلوا الهيكا العظمي بتاع الدنياصور اللي كان اشبه بقالة القتل اللي التمساح كانوا في الجزء الاول ومسكوا عينة منه وقطعوها وطلعت لسطح المية ومن الواضح ان التمساح العملاق اوي كان فوقهم ولسه ما متش وفي واحد عالارض كان بيتحكم في كهرابة المكان وهو اللي فتح لها من الباب تحت المية وامر اصحابه وخرجه عشان يقفر الباب لكن اتبلع ونوره من طفل والرجل اللي على الارض حاول يكلمهم لكن ما عارفش يوصل لهم فقرر انه يقفر الباب وخلاص بقى لان الموضوع كان خطر يعنى واصحابه في التقارى فضلوا يقولوا له يجري لكن ما كانش سمعهم وما بقولهم انتو بتقولوا ايه مش سمعك مدي جيه لحد ما اكتشف ان الدنياصور وراه هرب والجهاز اللي كان بيقفر الباب وقع من ايده والدنياصور دس عارفة كسر والباب كده ما تقفلش واصحابه راموله السلم ومسك فيه لكن الدنياصور قال له والله ما احلك ده انا بقالي كتير ما دوقتش تعمل بشر يا جدع لكن السلم اتقطع وهرب بس للاسف ملحقش افرح لان التمساح نط حتة نط تشقية وبلعه في كلمة ونص ابن المفتري وخرج من الجزيرة للبحر المفتوح المهم بقى الجزيرة دي كان عليها بوركان خامد ومالوش خربوش لكن للاسف بدأ يطلع له صوت وبيفكر انفجر وطبعا ده نهاية الكل اللي على الجزيرة اللي هي الدنياصورات والناس بقى عملت مظاهرات عشان الحكومة تتصرف وتنقذ الدنياصورات من الجزيرة قبل ما البوركان يخلص عليهم ما هو سادق المسر اللي بقولوا القط بيحب خنام والحكومة عملت محكمة وتوسروا الحل انهم لهمش علاقة ودي حاجة حصلت عشان تصحح مصار الحياة تاني وهيسيبهم يموت وكلير بقى اللي كانت مديرة حدوقة الدنياصورات عاملة مؤسسة بتضغط بها على الحكومة عشان تساعد الدنياصورات يعني اللي انت عملتي في ام الكوكب مكانش مكفيكي انت عايزة تعمل فينها ولايه حرام عليك يا اختي المهم هو سمعوا القرار للنهاية للمحكمة وخلص بعملوش امل يساعدوهم لكن جالها اتصال من واحدة بتقول لها انها بتكلمها من عزبة بنجامين والاخ ده طلب يقابلها ورحت له يعني اللي هو حاجة كده غني فشخ وفي واحد اسمه الاي ميلز قابلها وقال لها انه مدير اعمال بنجامين وقال لها انهم مجهزين جزيرة منعزل عن البشر خالص وعاوزين يطلعوا دنياصور من كل نوع عشان يعيشوا فيها ويكونوا في امن واحرار وهم يعني بعيد عن البشر يا ناس دي مفكرة نفسها ايه يا ابن انت لو قابلت دنياصور هتبل للدنيا ميل بس يا الله ما علينا وبنجامين قابلها وقال لها انهم هم بالدنياصورات عشان كده اعمل الملجأ دليهم وسألت ميلز انتو محتاجين مني ايه طيب فقال لها محتاجين ندخل للنظام عشان نشغل تحديد الاماكن اللي زرعتوها في كل دنياصور وبكده يعني احنا هنعرف تمسكهم بسهولة وطبعا مش هنعمل كده غير ببصمة ايديك وغير كده انت اكتر واحدة فهم الحادقة ومحتاجين خبرتك وقال لها اهم دنياصور عاوزين ننقذه لانه تاني اسكا كان على الارض ده اللي هو واحد من دنياصورات اوين فقالت لهم مستحيل تعرفه تمسكوله انه ذاكي جدا فقال لها حصل عشان كده عاوزينك تجيبي معاك يا اوين لانه هيعرف يقرب منه ويوصله وراحت ل اوين وطلبت منه يروح معاها لكن رفض فقالت له براحتك الدنياصور بتاعك من ضمن الدنياصورات اللي انت هتنقذها ولو عاوز يموت ما تجيش معنا وثابته ومشيت وباللي اتفرج على فيديو لي وهو بيرب الدنياصورات وكان فرحان بهم قوي يعني اللي هو ما كانوا بيحبوه جدا يعني وتاني يوم لما كلر رجبة الطيارة لقيت اوين سابقهم وقاعد فيه وكان معها دكتورة بيتارية اسمها زيا ومسئول تكنولوجيا اسمه فرانكرين وتحركوا لحد ما وصلوا جزيرة الدنياصورات ومشيوا فيها بالطيارة ووصلوا معسكر جيش كبير تحت قادة القائد كين وخدهم وتحركوا في الجزيرة عشان يوصلوا الغرفة التحكم واول ما نزلوا قبله دنياصور عملك من اكريل اعشاب وكان يعني ايام ده الصراحة تحس ان الزرافات من فصيلة الدنياصورات لما بعد ما شفت الدنياصور ده وراحوا بقى الغرفة التحكم اللي الجيش ما كانش عارف يدخلها وفرانكرين فتحها وبعدها كيلير فتحت الجهاز ببصمة ايدها وبكده بقوا عارفين اماكن كل الدنياصورات وشافوا ان فيه مجموعة كبيرة متجمعة في مكان واحد وكيل قال لهم لا دول اللي احنا مسكنهم لحد دلوقتي وعرفوا مكان الدنياصور اللي اسمه بلو اللي اوين كان مربيه واخدوا اوين وتحركوا عشان يوصلوا لي وقبل ما يوصلوا له قال لهم استنوني هنا ويعني عشان ما يهربش وكلير وفرانكرين لسه في غرفة المرابة واوين وصل لبلو ونزل وقف جنب الدنياصور واللي هما بقى اصحابه ما هجمش عليه لكن كين ضربوا بمخدر فتعصب وضرب اوين يعني ايه خد يالا انت بتغفلني وفي واحد وجه ناحية الدنياصور سلاح فهجم عليه والراجل كان هيقتله لكن القائد قال له لما تضربش عليه نار لكن برضو ضرب علي لانه يعني كان بيخرم فوش والدنياصور وقع وبعدها كين ضرب اوين مخدر وقال للدكتور اللي معهم لو معركتش الدنياصور ده انا هاترك اول ما يموت ورجعوا وقفلوا على كريور وفرانكرين عشان يموتوا مع البركان اللي هو اه يا خنازر ياولد الكلب والبركان انفجر ورجالة الجيش هربه وفي دنياصور وصل عند اوين وفضل يلحس فيه شوية ففق من حاجة المؤرفة اللي بتلحسه دي وشاف البركان اقرب منه لكن كان بيتحرك بالعافية وفضل يتشنكل لحد ما بعد عن النار شوية وبعدها عارف يقوم وهرب وكلير شافت في الكمبيوتر ان في حاجة بتقرب منهم بسرعة وكانوا خايفين يكون تيريكس وده دنياصور من اكريل وحمل بشرية الشهية والبركان نزل ونقط حمام نارية من وراهم ولما بصوا عليه ظهر وراهم من ناحية التانية خيال دنياصور يعني اجده ميت واجده ميت وفعلا دخل عليهم والواد صرخ صرخة ملقاش حاجة وكلير قالت له شوفت اوه مطلعش تيريكس فصوت ولا ده اكبر منه وبصراحة كان شكله اوحاش كمان لكن معرفش يصل لهم بسبب البركان وطلعوا بسرعة من السلم بتاع الانقاذ والواد فرح او اللي هو يعني ايه لكن السلم نزل بي ثاني واتفاجئ بنفسه قدام الدنياصور وعد يصوت ويصوت لحد ما خرجوا على اخر لحظة وقفروا الباب عليهم ملحقوش ايه يفرحوا لانهم شافوا بوركان بينفجر وطير عليهم حمام نارية وقوان ظهر من وراهم وقال لهم اهربوا الدنياصورات كانت بتجري جنبهم وبتسبقهم في مشهد مسخرة بصراحة كله بيهرب لحد ما هربوا وشافوا الجيش بيتحرك في مركب مريانا دنياصورات واي حد هيفضل على الجزيرة هيموت فكرروا يركبوا معهم في المركب دي وخدوا عربية وفعلا عرفوا يدخلوا المركب على اخر لحظة وكل الناس بصت على الجزيرة وهو البركان بيقتل الدنياصورات وبصراحة كان مشهد مش لطيف خالص وخاصة الدنياصور الكبير ده صعب علي لانه كان بيعمل اصوات استغاثة كده وماتوا كلهم ودخلوا عند صاحبتهم اللي بتعالج بله وقالت لهم انها محتاجة دم من دنياصور اكل لحوم تاني عشان يعني ايه تحفظ عليه وقالت لهم ان تيريكس ممكن ينفع وقوان وكلير دخل وياخده منه دم وكان متخدر لكن بعد ما نقلوا الدم فاق وكلير طلعت من العربية بسرعة وخرجت واقوان كان هيتاكل لكن كلير فتحت له الباب وهرب هو كمان بسرعة قبل ما يكون يعبره عن وجبة غدر الدنياصور والمركب وصلت مين وبدأوا خرجوا الدنياصورات واقوان وكلير رجبوا عربية على انهم هم اللي بيسقوها عشان يعرفوا هيروحوا فين بالدنياصورات وخدوهم عند فلت بنجامين وبدأوا يدخلوهم في اقفاص وده لانهم نويين يبعوهم مش ينقذوهم ولا حاجة وبنجامين استدعى ميلز وقال له انت بتلوث سمعتي وبتستغلين عشان مصالحك الشخصية وقال له اتصل بالشرطة وابلغهم بنفسك على مخططتك الدنيئة دي لكن بدل ما يعمل كده قاتلوا وكان افاش اوين وكلير وخدوهم حباسهم في قفص جنب الدنياصورات والبنت دي المفروض انها حافذت بنجامين وميلز حباسها في قضتها وعليها حراسة ولما حاولت تهرب من البلكونة شافت كمية عربيات لناس كبار واغنية رايحين يشتروا الدنياصورات دي وده لان ميلز يعرضهم في مزادات وبدأت تتسلق وعرفت تهرب لحد ما وصلت لغرفة جدها واكتشفت النماء وميلز عارف انها هربت وراح يدور عليها لكن استخبت في غرفة الاطباق وسمعت ميلز وهو بترد المربية بتاعتها وقوين عارف ان الدنياصور اللي محبوس جنبهم من الدنياصورات اللي بتنطح له شكل واخد جنات خروف ده وفضل يسفر له وهو بينطح في الجدار على عمل انه ممكن يكسروا والمزاد بدأ والدنياصورات بتطلع قدام المشترين واول واحد اتباع بعشرة مليون دولار والثاني اتباع والثالث لحد ما باعوا دنياصورات بمبلغ مية وتراتين مليون دولار والناس خادت دنياصوراتهم ومشيوا واوين لسه عمالي صفر للدنياصور الخروف ده لحد ما كسر الجدار وراع عند الباب وصفر له ولما راح ينطح ونط فكسر لهم الباب وخرج اللي هو انت فهاله وانا فهاله وشافوا وراهم البنت الصغيرة وخافت منهم وهربت وكلير قالت لها وادينها عند جدك فعياتت وقالت لهم انه مات وكلير قالت لها ما تخافيش هنخرجك من هنا وفي المزاد باعه دنياصورات كتير ووصلوا بقى الاخر واحد وده لسه ايه يعني مشروع تحت التجربة وهو المفروض انه مش مقرود للبيع يعني وكلير بتقول ايه ده والبنت قالت لها انهم صنعو فقالت لها مين ده اللي صنعوه وشورت لها علي هنري ونفس الدكتور اللي صنع لليلة دي كلها ومن الواضح انهم صنعوا دنياص لكن قال لهم انه لسه مش للبيع وانه مشروع تحت التجربة والمشترين كانوا مصممين على انهم يشتروا وهو النزل لهم الدنياصور الخروف في اللي اجتمعه وبدأ ينطح فيهم والناس كلها خافت وهربت وهو ماشي وراهم ونزل نطح فيهم ما رحمهمش لحد ما خرج من المكان وكين لما شاف الناس كلها هربت دخل لميلزا عشان ياخد فلوسه مقابل اللي هو عمله لكن ما لقاش حد وشاف الدنياصور ده قدامه فضربه بمخدر عشان يخدره الدنياصور وقع اللي هو انا تخدرته وكين فتح له الباب ودخل عنده لانه بيحب يجمع سنة الدنياصورات واول ما مسك سنته الدنياصور رفع دله وكين بس صورة لكن ما شافش حاجة والدنياصور فتع عينه وابتسم ابتسامة كده اللي هو علي انها ملاشا لحق ولما كين بس تاني عالدنياصور غمض عينه وبعدها ام وبدأ ايه يعني ايه خد رعه في الاول كده وكين بصراحة يعني كان خلاص بعيد بس الدنياصور مرحموش وايه سلك سنينه ببقى جسمه والمسؤول عن المزات شاف كده ودخل اسنصير وكان في ناس مستخبية والد انظروا الاسنصير عليهم قبل ما يدخلهم لكن وبالغلط الدنياصور بوس كاربت الاسنصير واتفتح تاني يخطي 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 ودخل عليهم وازأزهم ووصمصهم اللي هو ايه ماسبش فيهم حتة سليمة وما يلزب ماسك وقال له هاتلي البنت دي لكن اوون رفض فقال له انها مصنوعة شبه الدنياصورات كلهم وبين جمين صنعها بعد ما حافظته مات والدنياصور اللي هو شبه قارة القتل ده دخل عليهم وكان الحارس بتاعه فهارب والدكتور اللي صنع اليلة دي كلها خد عيينة عشان يصنع منها تاني وبعتها مع واحد عشان يطلعها من المكان ده لكن فرانكلين خدروا فك صاحبته من الافس فجالهم حراس يضربوهم. وطبعا يعني صاحبته كانت مربطة في افس الدنياسور بلوق ففتحت له الافس اللي هو ايه اتصرف معهم براحته. وفعلا الدنياسور اتشغل معهم وهم هربوا وفيه غسام امفجر وبدأ يتصرف في المكان. والدنياسور اللي شبقلت القتل ده حاول يكون لكن هربوا منه وفاجروا ورا البنت الصغرى دي عشان يأكلها في هربت منه هي كمان. وكانت مصابة في رجله وقالت لأوين الحى البنت الصغرى لان الدنياسور النوع ازلتها وهي دخلت قدتها واستخبت تحت بطنيتها اللي هو يعني ايه الدنياسور كده مش هيوصلها. طبعا كل اللي بيستخبوا من العفاريت تحت البطنية وبيدخلوا سبع رجلهم الصغر والكلام ده فاهمين اللي البنت دي عملته. والدنياسور بيتمشى في البيت ونزل عند قدتها لانه شامم رحتها وهي شافت خياله وقلبها كان هيوقف وفتح باب البلكونة وتحس انه في هلم رعب كده. ودخل برجله اليمين وخبط لها بدغافره كده على الارض اللي هو رعب رعب يعني. وخياله على الحيطة كان عامل شكل يعني حاجة كده يعني مش عايزة تخيلها. ومد ايده كان هيبقلشها لكن اوين لحقها والدنياسور عمل نفسه مات وبعدها وقف له تاني وقبل ما يخلص عليه صاحبه بلو لحقه. ودخلوا في معركة مع بعض واقوين استدرج الدنياسور في المبنى وكلير جات له من الناحية الثانية عشان يقعوه تحت لكن خطتهم يعني كده تنفع بس للأسف ما نفعتش وطلق لهم تاني وقف لهم كده اللي هو انا مش هحلكه وقبلو وصل ونطى عليه وخد ويعفق قرون حيوان متحنط واتقاتل والغزل اللي تسرب ده كان نهاية الكل الدنياسورات وكلير كده تفتح لهم عشان يطلعوا للشارع لكن اوين قال لها براحتك بس لو فتحتي مفيش رجوع تاني فرفضت اللي هو يعني خافت انها تتحمل المسئولية دي والبنت الصغيرة قالت الحيوانات دي الصنع اتشبه ومش هينفع اسبها وفتحت لهم وخرجوا وبكده عاشوا على الارض مع البشر والتيريكس كالما يلزق قبل ما يهرب وفي دنياسور تاني قسم مع اللي هو ابو قسم يزميلي ودمر العينة اللي كانوا بيصنعوا منها الدنياسورات اللي هي بتاعت الحرب دي واو نودع بلول انطلقتها كمان في الكوكب بتاعنا بس بتاعت انه خلاص بقى بتاعهم يعني والناس دول اللي هم راكبين الامواكت اللي هم تمسح ضخمة عادي برضو ما يخافوش خالص ده اليف والدنياسور اللي هو تيريكس راح يتكرع في وش الاسد اللي بتاعت لان هبته انتهت وبقى قطة خلاص وهنا بينتهي في المنا واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضراتكم واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللاقي الجميل واتفعلوا زر الجرس وشكرا على وقتكم